أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول في قبض الخنصر والبنصر والتحليق بالوسطى والإبهام والإشارة بالسبابة ما صحة قول من قال إن هذه الصفة تفعل في جلسات الصلاة وليست خاصة بجلسة التشهد الأول والأخير عليه أن يثبت هذا المعروف والذي ورد أنه في التشهد التشهد الأول والتشهد الأخير هذا الذي ورد إذا كان السائل عندها زيادة علم وجد أنه يفعل هذا في غير الجلستين التشهد الأول والتشهد الأخير هل يبين هذا؟ نعم